أعلن التحالف تمديد وقف إطلاق النار الشامل في اليمن لمدة شهر بناء على طلب المبعوث الدولي لليمن مارتين كريفت لإتاحة الفرصة لإحراز تقدم في المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار الدائم واستئناف العملية السياسية إلا أن المعارك لم تتوقف فقد أعلن الحوثيون رفضهم وقف إطلاق النار واعتبروا هذا الإعلان مناورة سياسية وإعلامية تهدف للتشويش على الرؤية التي قدمتها الجماعة إلى الأمم المتحدة بشأن الحل في اليمن وعلى الرغم من رفض الحوثيين لإعلان وقف إطلاق النار وعدم التزامهم بالهنة المعلنة قبل نحو إسبوعين واستمرار العمليات العسكرية من جانبهم باتجاه محافظة مأرب جددت السعودية تمديد وقف إطلاق النار يتزامن ذلك مع حالة تصعيد في المحافظات الجنوبية والتي كان آخر تجلياتها منع الحكومة من العودة من الرياض إلى عدن للمساهمة في معالجة آثار السيول التي أغرقت المدينة قبل أيام إضافة لتحركات العناصر التابعة للانتقال في جزيرة سقطرة في حين توزع السعودية مبادراتها لإنهاء الحرب في المحافظات الشمالية مع ميليشيا الحوثي تبدو في الجنوب غير قادرة على تحقيق تقدم في تنفيذ أي من بنود الاتفاق الذي رعته بين الحكومة والمجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات الأمر الذي يثير التساؤلات عن مدى جدية السعودية ورغبتها في تنفيذ اتفاق مرت كل المراحل الزمنية لبنوده دون تنفيذ وما إذا كان تعنط الانتقالي يأتي بتنسيق تام ورضا من السعودية التي اختارت أن تلعب دور الوسيط من أجل إبقاء الحالة اليمنية في مستوى معين من الانهيار والضعف المسيطر عليه ترجمة نانسي قنقر